بعد نحو عامين على رحيله يثار الجدل مجدداً في الصاحة التونسية حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إذ أوعزت وزيرة العدل الجهات القضائية بفتح تحقيق بشأن وفاته ويأتي ذلك بينما صرح حافظ السبسي الإبن في أكثر من مناسبة أن والده تعرض لعملية تسمم معتبراً بالوقت ذاته فتح تحقيق للوقوف على أسباب وفاة والده بالأمر الإيجابي لا شك أن البحث على الحقيقة أمر إيجابي وأمر مهم لجميع التونسيين غير أن الجدل القائم ليس فقط حول إثارة قضية بعض سنتين ولكن حول اهتمام السلطة الحالية بهذه القضية كان معروفاً السبسي بحفاظه واحترامه للمصار الديمقراطية ومؤسسات الدولة ويقرب هذا الأمر خصومه السياسيين ويرى مراقبون أن السبسي تم فتح النار عليه بعد تعهده بالكشف عن منفذي عمليات الاختيال السياسي بالبلاد والتي استهدفت القياديين المعارضين شكري بالعيد ومحمد إبراهمي البجي قيد السبسي كان مستهدفاً منذ اللحظة التي وقع فيها فك الارتباط نهائياً مع الإسلاميين وأعلن فيها لا فقط عن ملف الشهدين بل أعلن عن وجود هذا التنظيم السري أو ما يسمى بالتنظيم السري والغرفة المظلمة إن شاءنا والوثائق وهذا يمكن يثير الحفيظة ولكن أن نتحدث عن محاولة تسميم أو اختيال فهذا رهن نتائج التحقيق وتوفي الرئيس التونسي الراحل الباجي قيد السبسي عن عمر يناهز 92 عاماً في المستشفى العسكري بتونس العاصمة في صيف عام 2019 وتولى رئيس البرلمان السابق محمد الناصر منصب الرئاسة مؤقتاً فيما أجريت انتخابات بعد نحو ثلاثة أشهر لاختيار خليفة للسبسي وفاز فيها الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد بعد نحو عامين من رحيله الباجي قيد السبسي يثير الجدل حول وفاته في ظل تحقيقات بدأت بها الجهات المختصة التونسية للوقوف على أسباب وملابسات الوفا ياسر دبابش الغد تونس